ونظرا للطابع الاستعجالي والضرورة الملحة وغير المتوقعة وباقتراح من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد المالي المكلف بالميزانية تداول مجلس حكومة وصادقة على مشروع المرسوم رقم جوج 23811 الصادر في 24 من سفر 1445 10 شتنبر 2023 بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم الصندوق الخاص بتدبير الآطار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية قدمه السيد فوزي القجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية في أفق إخبار اللجنتين المكلفتين بالبرلمان يوم غد الاثنين 11 شتنبر 2023 طبقا لأحكام المادة 26 من قانون تنظيم رقم 13013 المتعلق بالمالية ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة الساكنة والمناطق المتضررة من الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية والذي تم على إثره إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم الصندوق الخاص بتدبير الآطار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية وسيخصص هذا الحساب الذي سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيئات الخاصة والعمومية والمواطنين بشكل أساسي لتحمل العمليات التالية النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجال لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المضمرة على مستوى المناطق المتضررة النفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة خصوصا اليتامة والأشخاص في وضعية هشة النفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال لا سيم فيما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية النفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث جميع النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آطار هذا الزلزال وتحيط الحكومة علما كافة المواطنات والمواطنين المغاربة في الداخل والخارج والهيئات الخاصة والعمومية أن هذا الحساب مفتوح تحت رقم 126 نميرو أبرجي 126 لا تنساوش تابنوا خلاشين وتأكتفوا الجرس بش يوصلكم جديد فيديوهات بالترس وتبرتجوا مع أصحابكم ترجمة نانسي قنقر